كل شيء تغير في عراق ما بعد الاحتلال حتى ماءه المشهور بعذوبته برافديه دجلة والفرات مضرب الأمثال ومحط قصائد الشعراء صار العراق اليوم يعاني من أزمة خطيرة تضرب شريان الحياة الأساس وهو الماء من الجفاف والملوحة إلى التلوث تددرج أزمة المياه في العراق حتى وصلت مستويات خطيرة فشط العرب مصب الرافدين وصلت نسبة تركيز الملوحة فيه لأعلى مستوى لها منذ عشرة سنوات وباتت المياه في البصرة غير صالحة للشرب ولا للاستخدامات الأخرى وفق صحيفة الحياة اللندنية الصحيفة نقلت عن رئيس لجنة الإعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهر البجاري قولها أن هناك الكثير من المناطق التي تأثرت بشكل بالغ بارتفاع نسب الملوحة ومنها مركز المدينة ومنطقة أبيلخ صيب التي تشتهر بالزراعة مؤكدة أن التأثير سيكون كبيراً في المستويين الإنساني والزراعي فوفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية فإن نسبة الملوحة في المياه يجب أن لا تزيد على ألف جزء في المليون وهي نسبة تخطتها مياه البصرة منذ فترة طويلة مركز علوم البحار في جامعة البصرة أصدر تقريراً مطلع الشهر الجاري أكد فيه أن مياه شط العرب تسجل ارتفاعاً في نسب الملوحة لم تشهد مثله منذ أكثر من عقد وهو ما يمثل كارثة حقيقية تواجه المحافظة ما دفع مجلس محافظة البصرة لطلب موازنة طوارئ خاصة بمشاريع تحلية المياه لمواجهة ارتفاع نسب الملوحة في مركز المحافظة وبلداتها مياه شط العرب كانت بمواصفات أقرب ما تكون إلى مواصفات الأنهار خلال السنوات الماضية لكن النسب الملوحة فيها ازدادت شيئاً فشيئاً حتى أصبحت أشبه بمياه البحر وسط إهمال حكومي واضح وسردية انهيار على كافة مستويات الحياة يشهدها العراق ترجمة نانسي قنقر